لا يمر يوم على العراقيين إلا وتترسخ لديهم قناعة بأن الحلول للوضع في البلاد قد تقلصت وانحصرت في ثورة تشرين تتأرجح توازنات القوى في العراق بين الحكومة والشعب الأولى تقمع وتهاجم مقابل شعب يتظاهر سلميا ويقتل ويختطف وبين الأول والثاني حكاية بلد تواقل للحرية وسلطة جاء بها احتلال وتفردت بحالة سوء قل نظيرها في العالم عوامل كثيرة ساهمت في ترسيخ مفاهيم الثورة ولعل أبرزها بطش السلطة الذي ظهر وجهها الدموي جليا أمام الشعب العراقي وخلع ستارة ديمقراطية المزعومة من على العملية السياسية وأركانها اغتيال الناشطين كانت دافعة أكبر لمواصلة ثوار تشرين تظاهراتهم لا سيما أنهم تيقنوا أن العودة إلى بيوتهم ستعني تصفيتهم الواحدة والآخر فالأحزاب والميليشيات لا تريد أن يبقى في العراق صوتا يعارض توجهاتهم واسم لا للإفلات من العقاب تصدر مواقع التواصل الاجتماعي لأيام عديدة يطالب العالم بإنهاء جموده تجاه الانتهاكات التي ترتكب ضد المتظاهرين كما أظهر تفاعلا واسعا بين العراقيين في الداخل والخارج خصوصا أنه تضمن أسماء وصور المتورطين بقتل المتظاهرين وعلى رأسهم زعماء الأحزاب والميليشيات المتنفذة صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت أن الحراكة الشعبية في العراق يكافح من أجل البقاء رغم حملة الترهيب التي يتعرض لها والتي ذهب ضحيتها المئات من النشطة الصحيفة أشارت إلى أن المتظاهرين يقولون علنا ما يقوله المسؤولون الحكوميون في مجالسهم الخاصة بأنهم يعرفون من يقف وراء عمليات القتل التي مرت دون عقاب ويشيرون بأصابع الاتهام إلى الميليشيات المرتبطة بإيران وليس كما يحاول البعض تمرير مصطلح الجهات المجهولة بأنها هي من تقتل وتروع وتختطف الناشطين ومنتقدي الحكومة